ترجع مرتين سيدة اللواء يعني خلال الفترات الماضية وحضرتك شاهد على كثير من الموجات الارهابية وقدرة الدولة المصرية بقوة خشنة نية تجابه وتفكك الى اخيره وحضرتك منزلت بعد كل هذه السنوات بتطلب انه المشكلة ليست في الارهابيين نما في الارهاب بالافكار والمواجهة زي ما حضرتك قلت هل لدينا اصبح لدينا خبرة في التعامل مع هذه القضايا حتى على المستوى التقني فنيا امنيا يعني بما يؤهلنا الى قامة اولاتشين مركز دولي لمجابهة الارهاب ونعمل مؤتمر سنوي دولي لمجابهة الارهاب زي مؤتمر ميونخ للامن مثلا فاعمل مؤتمر سنوي او مركز في مصر لمجابهة وموجهة الافكار المطرفة على مستوى العالم كله هل أنا عندي القدرة من خلال تجاريب الناجحة اللي حضرتك بتتراحه ده انا طالبت به من عدة سنوات وما زلت وزرب على تحقيق اللي حضرتك ترحته ده برزيت هو فيه بيعقد سنويا مؤتمر لوزراء الداخلية العرب صحيح وبتطرح فيه مثل هذه القضايا يا ريت ينبسق من هذا المؤتمر الفكرة اللي حضرتك بتطرحه نحن في حاجة ماسة اولا داخليا ثانيا الدول العربية والاسلائي اقليميا لانه احنا كنا نجحنا تماما ان احنا يعني نقضي على التنظيمات بنسبة اكتر من 99% وللأسف الشديد اعيد تصدير هذه الافكار مرة اخرى من دول مجورة اللي كانت من ومن هنا اقول لا لابد ان يكون هناك تنظيم ما بين الدول العربية والاسلامية لوضع استراتيجية لكيفية مواجهة هذه الافكار وتصححها بالكامل حتى لا نتعرض لا من تصدير هذه الافكار من دولة مجورة او دولة عربية او اسلامية او ان تنشأ من الداخل من مجموعات لم نصل اليها لتصحيح مفاهمهم وافكرهم اعتقد ايضا انه الحاجة المسة الى اعادة تعريف المصطلحات يعني تعريف الارهاب غير متفق عليها حتى الان في الامم المتحدة وفي مثلا المؤسسات متعددة الاطراف في اكتر من 99 تعريف فبالتالي كل دولة ممكن تهرب وتقول انه بتقدم ملازات امنة للارهابيين تحت حجة ان هي مش معترفة بال ايو للأسف شديد انما احنا مش محتاجين ان احنا نخش في في هذا الجد المتاهات بتاعت ايه التعريف الصحيح وايه المواد الصحيح وايه التعريف الارهاب المسلح والارهاب الغير مسلح والارهاب الفكر والارهاب التنزيج كل دي مصطلحات يعني بتضيع وقت من غير داعي احنا مش محتاجينها انما الارهاب هو الارهاب اي عمل بفيه تخريب وتدمير اي افكار بتؤدي الى الوصول الى قناعة معتنقي هذه الافكار للقيام بعمليات اجرامية هو ده الارهاب النهار دا الرئيس هو بتكلم اه الكلمة كانت قد تكون يعني يعني موجهة للحقيقة ومؤلمة انه بقى ان سبع ثمان سنين مقرش هل فين ننزل بطيرة مدنية في العريش صحيح ده كان ده كان صحيح لهذا الحد كان لازمة كانت سينة كلها يعني هو كان المخطط ان تولى الدولة اسلامية مقرها سينة وكان مقصول يعني كادوا ان يصلوا لتحقيق حضرتك اه ازا كنت تذكر الاستعراض اللي طلوا به باكتر من 100 سيارة طبعا من بتاع وجابوا في تحفل سافر للدولة جدا رافعين الشعرات واللافتات الاسلامية والريات السوداء والمجن بتاع يعني كانت حالة من يعني يعني الحمد لله تم القضاء على الملوان زي ما بقول لحضرتك بنسبة اكتر من 99% على التنظيمات بل حتى المجموعات الصغيرة كتنظيم او مجموعة انما الفكر حتى هذه اللحظة اتمنى ان تكون هناك تنسيق ما بين الجهات المختصة كلها علشان يحطوا استراتيجية لكيفية تصحيح هذه المفاهيم والشاب بحيث يبقى مضطر ان الشاب ما يقعش في براسن صحيح مثل هذه الافكار صحيح ست اللي هو يعني النهاردة بنحتفل بجد شرطة كل شرطة طيب يعني بشتورة مرة تانية كلمة العفو ده أنا اللي بشكر حضرتك كلمة رجال للشرطة في مصر اللي فعلا مستوهم ارتفع بالشكل كبير جدا تقنيا وفنيا بأحدث الوسائل الحديثة عشان يعملوا كل هذه الانجازات النهاردة كان في استعراض لما قامت به وزارة الدخلية خلال عام شيء مذهل مذهل في كل المجالات والاتجاهات بشكل محترف جدا تقول لهم ايه وتقول لشعب مصري يعني زملائي وابنائي واساتذتي في هيئة السرطة كل سنة وانتوا طيبين انتوا مكتوب عليكم ان انتوا تستكملوا مسيرة اللي استشهدوا من ابناء الشرطة واللي على قيد الحياة حتى الان وبتمنى ان ربنا يوفقكم وباذن الله مصر ستكون يعني امنة بفضل جهدكم المبنية بفضل تضحياتكم الكبيرة وبقول لأسر الشهداء يعني ابنائكم في مكان ما نتمنى جميعا ان نكون فيه انا مشكلة جدا نستلوا عشان شرطة المصر بخير ومصر بخير باذن الله بطمن الناس دايما وبقول انه يعني ازمة وتعدي ازمة الاقتصادية ويا ما دقت عرش طبول وإحنا خلقنا لمواجهة التحديات مئة بالمئة مئة بالمئة لحضرتك بتقوله مئة بالمئة احنا سوفتنا انا عصدت انا شخصيا ازمات هقول اشد من هذه الازمة بمراحل كبيرة جدا وعدت مصر قادرة بجهود ابنائها ومسؤولين عنها في كل المراحل السابقة والقادمة باذن الله على ان احنا نتخطى مثل هذه الظروف ونعيش امنين باذن واحد الخبير الامني الاستراتيجي ساتلوا فؤاد علام كنت ضيفي اشكرك جدا لكل سنة وحدك طيب مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة اراكم غدا باذن الله في حلقة جديدة من برنامج المشهد مع زميلي عمرو عبد الحميد تنتم في امن الله